أعرف يا سبقر من الأسبوع اللي فت الأمير تميم كان عامل خطاب للشعب القطر بيقول لهم عندنا عجزة في الموازنة 15 مليار دولار وطالبكم بشد الحزام الشعب القطر يشد الحزام والسعودية ما هو ده رواضع بك لا بس حدك قلت أفاء عليهم بنعمة كبيرة صرفها في دعم الإرهاب وعلى قناة الجزيرة وعلى قناة مش عارف التكليزيون العرب الجديد ولا بتاع وسبب الشعب من غير خدمات وبالتالي وبالتالي أنا أعتقد أن كثير من دول الشعق الأوسط لابد أن تعمل حسابه اللي كانوا متصورين بالفعل أنه هم هينجحوا كلينتون وأن الديمقراطيين هيبقى موقفهم من إدارة الرئيش السيشي هو نفس موقف أوباما وهو نفسه أيضاً كمان أوباما كان يسرع في هذا العلم ومتصور أن هيلاري كلينتون سوف تشكل فترة سالسة لحكمه صحيح وده واحد من أكبر أخطاء أوباما يعني يعني دونالد سرامب هيجي على الشق الأوسط ده ويكنس بالمقاشة سياسات أوباما نأحر ده وشوف حجم النفاق ده زياسة إن بارح بيقول لمدة شهرين أو لمدة حملة انتخابية هذا لا يمكن أن يصرح لا يمكن أن يتحمل مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية ده رجل بصباص ده رجل خطير وهيمزق الأمة وبعدين في أول لقاء في البيت الأبيض أنا مستعد إن أنا أعاونك وسوف أعاونك لأنه اكتشف بالفعل أنه سرامب أصبح حقيقة مش كأن شاز لا ده ظاهرة متعبغ عن احتهاك لا بس أنا عجبني قوي رد فعل ترامب ببرا بعد الكلام الحموصي ده اللي قاله أوباما وبحبيبي ومش حبيبي وحساعدك ونحط إننا فيهم بعض فالصحفين بيسألوا ترامب إن رسالة تتوجهها لأوباما فما يقول له باي باي أوباما بالسلامة أوباما فما بيأخلش عليل الكلام ده يعني فهو طبعا هيكنس فترة حكم وبعدين طب هنا موقف السعودية كبيرة الخليج هل هيتغير بعد وصول ترامب السعودية المفروض تفهم ومعليش يعني يسمح لأننا نتكلم شوها في هذا الموضوع بصراحة صدر من منطلق طبعا إحساسنا بأنه السعودية هي الدولة الشقيقة الكبرى الثانية من منطلق إحساسنا بأنه الأمن المصري الأمن العربي يصبح حكسة توازنا ويصبح أكثر يعني ضمانا بوجود جناحي الأمة زي ما سماهم السفير أحمد القطان الوضع اللي احنا مشوجودين دي فيه لازم ينتهي إنه ما يبقاش فيه تشاور مصر السعودي غلط إنك أنت تقولي إنه مش هبعاتلك تبتقول حتى إشعار آخر غلط لا ينبغي أن تقطع العلاقات المصريات السعودية لشروط مسبقة أنا ما عملتش فيك حاجة أنا وقفت معاك في التحالف الجزيرة على قد ما أستطيع لا هم لو اعتبرنا إن ده رد يعني هم معتبرين إن أنت أخطأ في حقهم بتصويتك في موضوع سوريا في مجلس الأمر هذا موضوع هايف وهم يعلموا جيدا إن ده موقف مصر من القضية للسورية من سنة أو أكثر له دواعي وموقف قديم وموقف معلم وما حصلش يعني ما روحنا شوفنا وزير الخارجية في مصر عمال بيهاجم السعودية علشان قضية سوريا أو بيهاجم السعودية علشان الخسائر المدنية الكثيرة التي تقع في اليمن ولا جاب سيرة هذا الموضوع ولا أعكد في يوم من الأيام صحيح في أي تصريح أن نحن مختلفين حوالينا هذه القضايا لا حكس كون مصرين بيحاولوا يؤفلوا على هذه الموضوعات وبيعتقدوا أن دي علاقة استراتيجية خطيرة ينبغي غعايتها فما بيجيش بقى تعملني بالطريقة دي حتى أنا لو كانت الأيام أنا قد ساكلت علي لأننا بقيت مليون ناسم ما أنا هفوق في يوم من الأيام من رمص هفوق وهكبر تاني وعندي مولدات كثيرة تمكنني من أن أنا شغل العجل من جديد عندي طبقة مثقفة واسعة وعندي شعب عظيم واعي وعندي فلاحين بيزرعوا وعندي تاريخ وجرافية كبيرة وجرافية جنب جرافيتك من آلاف السنين قبل أن تكون هناك الحياة ونعرف بعض كويس فليه لازميته بقى الكلام ده يعني أتمنى أنه سعودية تراجع موقفها من مصر لأنه مصر أيضا لو كانت أخطأت في حق السعودية فمن واجبها أن تراجع موقفها من السعودية لكن حتى الآن أنا لا أرى أي خطأ من سري إذا كانوا بيعتبر أننا ما رحناش بحملة برية على اليمن خطأ فأنا أسف أقول لهم ده مش خطأ ده أنتوا لازم تسألوا المصريين أنت روحتوا اليمن عملتوا إيه عشان ما تقوش في نفس الخطأ ها ما رحنا قابليكم في الستينات ها ما رحنا قابليكم في الستينات وحاربنا بعض هناك وانتهينا إحنا وانتوا إلى أن لازم نصالح مصبو وسافر جبال عبد الناصر إلى الرياض ليستقبل الملك فيصل وجاء الملك فيصل بعد سبعة وستين علشان يخرج على العالم العربي بموقف غاية في النبل هالمصريين أنكروا أي من هذا نفسي أقول للإخوة السعوديين يعني رويدا رويدا مصر هي مصر مصر لا ينبغي أن تعامل بهذه الطريقة هكذا مصر لا يزعه الشهریين سوريا شكرا